بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الحسين عليه السلام في المحطة الأخيرة المحطة النهائية ونهاية رحلته الأرضية هناك ملاحظة ربما لا يرتفت إليها أحد وهي أن حركة النبوات من مكان إلى مكان تجري وفق إرادة وخطة إلهية وليس أبدا خبط عشواء لماذا كانت هذه المنطقة هي مهبة الرسالات السماوية لماذا لم تذهب هذه الرسالات إلى أوروبا أو إلى شمال أفريقيا أو إلى أي مكان آخر لماذا لم تذهب إلى آسيا وتركزت حركة النبوات إما في فلسطين والشام والعراق أو في مكة والمدينة ثم عادت مرة أخرى إلى العراق في تقديرنا أن الأمر ليس قاصرا على الإطلاق على استفاء الرسل والأنبياء والأهم وإنما هي ممتدة لاختيار الشعوب نفسها لحمل أباء هذه الرسالة طبعا لن نقوم بدور يعني خبير السلالات وخبير خصائصها ولكن إرادة الله غالبة علمنا منها بعض الحكم وما زالت بقية الحكم محجوبة عنها لا نعرف عنها الكثير مما كان يمكننا أن نعرفه لو كشف لنا الغطاء وصل الركب الحسيني إلى محط رحاله الأخير كربلاء حيث أذن الله أن يستقر الجسد الطاهر لأبي عبد الله الحسين عليه السلام ويبقى شاهدا على كل القيم التي جاء بها محمد بن عبد الله وأورثها المصطفين من عباد الله من آل محمد إماما وراء إمام أحدينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين يبقى هذا الجسد الطاهر ليمنح هذه البقعة الطاهرة وليمنح هذا الشعب العراقي ميزة ومكانة فضل بها على كثير من العالمين ويبقى أن الأماكن تفضل يفضل بعضها على بعض وأن الشعوب يفضل بعضها على بعض ولذا نتمنى على ذلك الشعب العظيم الذي احتضنا ورعى المقام الطاهرة للإمام الحسين والإمام علي وللكاظمين والعسكريين نتمنى أن يمنحه الله تبارك وتعالى مزيدا من العلم والبركة ومزيدا من الرفع يبقى المقام الحسيني في كربلاء شاهدا على الطرف المقابل أولئك الذين نقدوا غزلهم من بعد قوة أنكاسة واتبعوا سننا من قبلهم شبرا بشبر وزراعا بزراع إذ أراد الله أن يستقر الجسد الطاهر لأبي عبد الله في هذا المكان شاهدا على فضيحة بني أميتي ومن مهدوا لهم ومن صاروا على دربهم من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومكروا مكرا ومكر الله بهم مكرا وهم لا يشعرون لقد خططوا لقتل الإمام الحسين بصورة صامتة مثل ما قتل الإمام الحسين سما وغدرا دون أن يعرف التاريخ قاتله وهذا ما أكد عليه أبو عبد الله في حواراته المختلفة كان الحسين عليه السلام ذاهبا نحو أجله وكان يتمثل بأبيات الشاعر أزل الحياة وزل الممات وكلا أراه طعاما وبيلا فإن كان لابد من إحداهما فسير إلى الموت سيرا جميلا كان خروج الحسين عليه السلام رفضا لاختياله خلصة وصمتا وسعيا إلى الوصول إلى مقام الشهادة والشهيد أيضا في واقعة لا بد من تسجيلها ليس فقط في العقول وإنما أيضا في القلوب لتفضح القلوب الميتة وتعريها وتكشف زيفها شكلت هذه الواقعة شهادة على عظمة أبي عبد الله الحسين كما هي شهادة على عظمة أهل البيت بالنسبة للجميع لكل البشر سواء من أحب ذلك أم من كره وهكذا تحقق للحسين عليه السلام ما أراد وخسر بن أمية ومن مهدوا لهم ومن صاروا على دربهم خسروا معركة الشرعية الممتدة هم حصلوا على شرعية واقعية آنية ولكنها شرعية مطعونة وشرعية لم تصمت بعد ذلك طويلا ولم تمكن بني أمية من حفظ ملكهم السرعان منهارت هذه المملكة الشيطانية وقامت مكانها وحلت مكانها مملكة شيطانية أخرى والمهم أن ما عندكم ينفز وما عند الله باق وبينما كان معاوية يرفع شعارة سأر لعثمان بن عفان وما هوها بذلك على البسطاء فالآن أسفر هذا النظام الأموي عن وجهه الكئيب وها هو يزيد يعريهم ويفضحهم وينادي أئمة الكفر من آبائه هزان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم سياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد وهي الآية التي نزلت في المبارزة التي دارت بين أهل بيت النبوة علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطالب والحارس بن عبد المطالب وعطبة بن ربيعة وشابة بن ربيعة والوليد بن عطبة الذين ذهبوا إلى النار بسيف علي حيث يقول يزيد لعنة الله عليه وقد كان حريصا وقد كان ساعيا للاقتصاص من إمام الحسين عليه السلام ثأرا لأجداده من كفار قريش قائلا ليتأ شياخي ببدر شهدوا جزع الخز رجي من وقع الأسل لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل سقط كل هؤلاء وانهارت دولتهم وانهارت قيمتهم ولا زال التاريخ يلعنهم حتى قيام الساعة يبقى أن الموقف الحسيني كان ولا زال معيارا وقدوة ففي ليلة الشهادة وفي يومها واصل الحسين عليه السلام الشرح والبيان إذ جمع أصحابه وأهل بيته وقطب فيهم أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني جميعا خيرا ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا ألا وإني قد رأيت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني زمام هذا ليل قد غشيكم فاتخذوه جملا ثم ليأخذوا كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ثم تفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله عنكم فإن القوم إنما يطلبوني ولو قد أصابوني لهو عن طلب غيري فقال له إخوته وأبنائه وبن أخيه وأبناء عبد الله بن جعفر لما نفعل لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك أبدا بدأهم بذلك القول العباس بن علي ثم إنهم تكلموا بهذا ونحوه فقال الحسين يا بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم اذهبوا فقد أزنت لكم فقالوا ما يقول الناس يقولون إن تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نضرب معهم بسيف ولا ندري ما صنعوا لا والله لا نفعل ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبح الله العيش بعدك من البديهي أو من الضروري أن نلاحظ أن كل هؤلاء كانوا شبابا صغارا وكان أسن من فيهم هو العباس بن علي سلام الله عليه هو الذي كان في الثلاثينات من عمره أما أبناء الحسين سواء علي الأكبر أو غيره من الشباب أو أبناء مسلم بن عقيل أو أبناء جعفر بن أبي طالب فكان أغلبهم شباب في ميعة الصبا آثروا أن يصطفوا خلف إمامهم الحسين عليه السلام وآثروا أن لا يتركوه بل ورفضوا أن يتركوه ورفضوا الإذن الذي أعطاه لهم بالتفرق وتركه وحيدا في ساحة المعركة وهذا أيضا يشير إلى أن الإمام الحسين لم يكن مجرد طالب دنيا أو طالب ملك لو كان الأمر كذلك فهو سلام الله عليه كان بوسعه أن يجند أو أن يشتري المرتزقة والعبيد والمماليك ويسير بهم ليوقع في القوم ويقتل منهم العدد الأكبر ولكنه سار ووصل إلى كربلاء وليس معه إلا الخلص هؤلاء هم كبد الحقيقة وهؤلاء هم خلصة الأرض وهؤلاء هم الصفوة المختارة من بني آدم في تلك اللحظة ذهبت كلها ضحية وعادت أرواحهم إلى خالقها وبارئها شهداء في الدرجة العليا من الجنة سلام الله عليهم أجمعين عن أبي جعفر بن محمد بن علي الباقر قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بني إنك ستساق إلى العراق وهي أرض قد التقى بها النبيون وأوصياء الأنبياء وهي أرض تدعى عمورة وإنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألما من الحديد وتل قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تكون الحرب بردا وسلاما عليك وعليهم فأبشروا فوالله لئن قتلونا فإنا نرد على نبينا والرواية عن الإمام الحسين عليه السلام والناقل هو الإمام الباقر فلما أجمع أهل بيته وأصحابه على مواصلة الجهاد والسير إلى موضع شهادتهم قال لهم إن كنتم قد وطنتم أنفسكم على ما وطنت نفسي إليه فاعلموا أن الله يهب المنازل الشريفة لعباده لصبرهم على المكاره وإن الله وإن كان خصني مع من مضى من أهلي الذين أن آخرهم بقاء في الدنيا من المكرومات مما سهل علينا احتمال الكريهات فإن لكم شطر ذلك من كرامات الله واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم اعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم والانتباه في الآخرة والفائز من فاز فيها والشقي من شقي فيها أولاً أحدثكم بأول أمرنا وأمركم معاشر أوليائنا والمعتصمين بنا ليسهل عليكم محتمال ما أنتم له معرضون قالوا بلى يا ابن رسول الله قال إن الله خلق آدم وسواه وعلمه أسماء كل شيء وعرضهم على الملائكة وجعل محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين أشباحاً أشباحاً خمسة في ظهر آدم وكانت أنوارهم تضيء في الآفاق من السماوات والحجب والجنان والكرسي والعرش فأمر الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً له لأنه قد فضله بأن جعله وعاء لتلك الأشباح التي عمت أنوارها الآفاق فسجدوا إلا إبليس أبا أن يتواضع لجلال عظمته وأن يتواضع لأنوارنا أهل البيت وقد تواضعت لها الملائكة واستكبر وترفع وكان بإبائه ذلك وتكبره من الكافرين بات الحسين وأصحابه في تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد وكان الإمام عليه السلام يطلق قوله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنفُسِهِمْ إنما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَزَابٌ مُهِينَ وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُ السَّبِيلِ فَفَهِمَتْهَا قائلاً يا أختي لا يذهبن بحلمك الشيطان وترقرقت عيناه بالدموع وقال لو ترك القطى ليلاً لنام وفي رواية أخرى لو ترك القطى لغفى ونام في قصة الشعر تقول لقد كان القطى بأرض نجد قرير العين ما عرف الهيام فولته البزاة فهيامته ولو ترك القطى لغفى ونام فقالت يا ويلتاه أفتغتصب نفسك اغتصاباً فذلك أقرح لقلبي وأشد على نفسي ثم لطمت وجهها وهوت وهوت إلى جيبها فشقته وقرت مغشياً عليها فقام إليها الحسين فصب على وجهه الماء وقال لها يا أختاه اتق الله وتعزي بعزاء الله وعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون وأن كل شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته ويبعث الخلق ويعيدهم وهو فرد وحده جدي خير مني وأبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة يا أختي إني أقسمت عليك فأبري قسمي لا تشقي علي جيباً ولا تخمشي علي وجهاً ولا تدعي علي بالويل يا الصبور إذا أنا هلكت ثم جاء بها حتى أجلسها عند علي بن الحسين عليه السلام ثم خرج جاء الأصحاب كلمات وبلاغات حسينية تلئين الحديد لكنها لم تجد صداً عند هؤلاء الجبابرة المجرمين الذين قصت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله والله أم الله بغافل عما تعملون السؤال لماذا خاطب الإمام الحسين القوم وهل كانت به رغبة في الرجوع أو النجاح فاحتاج أن يقنعهم ليبقوا عليه هل كان الحسين عليه السلام يتصور ولو للحظة واحدة أن هؤلاء يمكن أن يفيئوا إلى حق وهم نفسهم أحفاد من حار برسول الله ومضوا على كفرهم ولما هزموا تحولوا من العداء الصريح إلى النفاق والالتفاف والالتواء هل هل احتاج أن يقنعهم الإجابة يدركها الذين وعوا دور حملة الرسالات السماوية من الأنبياء والأئمة عليه السلام فهذا نوح عليه السلام يقول قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرار وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا لم يكن نوح عليه السلام بحاجة إلى أن يكرر الدعاء عليهم ليلا ونهار أو مرار فكلمة واحدة ومرة واحدة ربما كانت كافية ولكن هذا التكرار والإلحاح هو في سبيل إقامة الحجة على هؤلاء المارقين عن دين الله تبارك وتعالى وليس من قبيل أن سمة أو إدراك أن من الممكن أن يكون سمة أمل من هؤلاء الجبابرة فالنتيجة المسبقة معروفة كانت مهمة الإمام الحسين عليه السلام مهمة بالغة الصعوبة والأهم من هذا أن هذا النداء لم يكن موجها حصرا إلى تلك الطبقة أو إلى تلك المجموعة التي كانت تصف في مواجهته بل كانت مواجهة ومن دون شك لكل البشرية ولكل الإنسانية التي وصلت إليها هذه الكلمات النورانية الربانية والتي تثبت أيضا أن الإمام الحسين عليه السلام كان امتدادا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتدادا طبيعيا وليس امتدادا مفتعلا فهو صلى الله سلام الله عليه قد أصر على القيام بهمته التي تجمع ما بين البلاغ وما بين المواجهة وهو من قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين لحب الله من أحب حسينا حسين صبط من الأصباط رواه الترمزي وقال حديث حسن وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما نظر إليه ولا علي والحسن والحسين وفاطمة فقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وفي رواية أخرى من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني إذن فالموقف الحسيني معي ميزان ومعيار يميز بين الحق والباطل وهذه حقيقة واقعة وحجة بالغة لألا يقول الناس ما جاء أنا من بشير ولا نزير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة